أرجع مع حضراتكم نتاج مبارح إسبانيا وسويسرا وسويسرا كانت هتعمل مفاجأة وتخلي إسبانيا تصيف هي كمان لكن ضربات الجزاء أو راكلات الترجيح من نقطة الجزاء حسمت المواجهة لصالح الإسبان بنتيجة 3-1 بعد منتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 إيطاليا وبالجيكا كانت موقعة كروية أكتر من رأيها أعتقد لو ديبروينة كان في حالته لو هزرت كان موجود كنا شوفنا بالجيكا بشكل أقوى من كده لكن في جميع الأحوال إيطاليان سيطروا على المباراة ووصلوا أجاله وتغلبوا على رفاق لو كاكوب نتيجة 2-1 النهاردة عندنا خليني راجع معكم كمان كوبا أمريكا كوبا أمريكا كان في بيرو وبراجوي والنتيجة انتهت 3-3 في الوقت الأصلي بركالات الترجيح 4-3 والبرازيل وتشيلي 1-0 لصالح البرازيل النهاردة هتتابعوا في اليورو مباراة في نفس التوقيت معنا بالضبط ماشي مع بعض بين تشيك والدنمارك الساعة 6 مساء وبالليل هيكون المعاد مع أوكرانيا وانجلترا اللي أعتقد انجلترا في طريقها للوصول للنهائي لو لم تحدثوا الفجاءات كالعاد كوبا أمريكا منتصف الليل تحديدا هيكون معادنا مع أورو جوي وكولومبيا اشتركوا في القناة